بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والمجد وهو اللطيف الخبير السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في هذا اللقاء وأقدم لكم برنامج شعاع الأفكار الذي نتناول فيه موضوع النظرية السياسية في الإسلام هل يملك الإسلام نظرية واضحة في السياسة أم أنه ترك الشعوب تقرر مصيرها بأنفسها من دون أي تدخل فيها وإذا كان الإسلام يمارس السياسة عبر القيادة والإمامة فما هي النظم ومصادر التشريع التي يعتمد عليها في تطبيق النظرية السياسية في الإجابة عن هذه الأسئلة وما يدور في فلكها نتحاور مع المحلل السياسي والبرلماني السابق الأستاذ مقداد البغدادي فأهلا به في هذا اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله الأتقياء النجباء أحبتي المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في هذا اللقاء وأدعوكم من جديد لمشاهدة برنامج نتناول فيه النظرية السياسية من واقع الإسلام معنا ضيف البرنامج المحل السياسي والباحث الإسلامي الأستاذ مقداد البغدادي فأهلا به في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتحية وسلاما لكم أستاذنا الكريم عندما نتحدث عن النظرية السياسية من واقع الإسلام نتحدث عنها وكأنها من المسلمات لدينا ولكن هل الإسلام يملك نظرية واضحة في القضية السياسية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسمي محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلاة دائمة مباركة زاكية نامية إلى قيام يوم الدين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال العزيز الحكيم في محكم كتابه المجيد ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم في الحقيقة عندما نرجع إلى الثوابت الأساسية لعملية التشريع ولعملية الحكم ولعملية التنظير فيما يرتبط بالنفاهم الإسلامية سواء على صعيد العقيدة المنظومة العقائدية العقدية أو المنظومة الفقهية أو المنظومة الأخلاقية نجد بوضوح يعني في دائرة واحدة في ضمن تكاملية الإسلام أن هذا الإسلام العزيز الذي أنزل على رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدين لم يترك شيئا بدون جواب أو بدون انصح التعبير بدون رأي صحيح وعندما نحن نفترض تكاملية الإسلام فإن هذا المعنى يعني أن للإسلام يرأي في كل شيء وفكيف لو كان الأمر قضية مهمة قضية استراتيجية قد تخص الشعوب والأمم والمجتمعات تربيتها مداراتها إدارتها قيادتها نعم في الحرب في السمن القضاء الأساسية هذه في الواقع لا يمكن ولا يعقل أن الإسلام حقيقة يهمل أو يترك هذا الموضوع أولا بكل وضوح القرآن الكريم يشير إلى معنى تكاملية الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والجميل واللطيف في هذا الموضوع أن تكاملية هذا الدين بالسياسة بالقيادة بولاية علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم هذا جدا مهم يعني أساسا نحن ليس نقول فقط بالتكاملية في الإسلام لا ختم الإسلام وتكامل الإسلام ورضي البار عن هذا الإسلام ورسم هذا الإسلام للبشرية بتثبيت الولاية والقيادة وما الولاية والقيادة إلا سياسة ماذا يصنع الولي ماذا تصنع القيادة للأمة هي تقود تقود ليش تقود شنو تقود الأمة إلى أين إلى أهداف معينة في السلمي في الحربي في التنظيم الاجتماعي في حركة الاقتصادية نعم في الدفاع عن الأمة في حفظ عقيدة الأمة هذه التفاصيل المختلفة عندما يأتي عبر هذا القائد فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممته فافتراضية التكاملية لا يمكن أن نفترض بذلك بعد ذلك افتراضية النقص إذا لم تكن نظرية سياسية في الإسلام هذه افتراضية النقص يتعارض مع افتراضية التكاملية في الآية هذه أولا ثانيا قل لي ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة ويقود دولة وقائد قائد ديني رتبة نبوية وأيضا القاد عن قوات المسلحة بالمصطلحات الحديثة نعم يرجع إليه الأمر يستشير لكن يعزم ويتوكل وبالنتيجة يقود يتحرك سياسيا يدخل في معاهدات اتفاقات مع القبائل مع مناطق مع دول إن صح التعبير وإلى غير ذلك هذه التفاصيل مختلفة تدخل في عملية الممارسة السياسية هذه الممارسة السياسية إذا كان يمارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبرز مصداقية للدين الإسلامي يعني عندما نقول الدين الإسلامي من يمثله بأبرز مصادقة من يمثل الدين الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا حقيقة إحنا نفترض أنه هذا الإسلام سيد واحد ربما يقول هذا في الواقع شوية قد يكون افتراض كلي إحنا خلنا نقول أنه أساسا وضحنا بشكل أوضح يعني أنه أساسا هذا صار إلى تجربة لو ما صار إلى تجربة مقدار ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود الحياة وكان هو في الحياة بعد ذلك إلى أمير المؤمن صلى الله عليه وسلم لكن أعداء عليه لم يتيحوا لنا الفرصة ولم يتيحوا له الفرصة صلى الله عليه وسلم أن يبلور النظرية السياسية الميدانية على الأرض بالشكل الواضح تكالبت عليه قوى الشر والإصطفافات الشيطانية المنحرفة عن الولاية وحاربوا وإنت تدري أن البلد عندما يتعرض لضغط أمني وأن الدولة عندما تستنزف كل طاقاتها في الملف الأمني والحروب أنا إذن حقيقة لا يمكن لهذه الدولة أن تلملم أطرافها في إدارة وضع المجتمع وفي تطوير المجتمع شوف هذا القائد يعاني حقيقة من هذه التراكمات وهذه الأزمات وإضافة على ذلك جهلت بعض الأطراف هؤلاء لا يفهمون عليه وقيادتي عليه وقراري عليه في الحرب والسلم فذلك يخالفون ويجتهدون أمامه النص السماء من هنا أيضا عبر تلاحظوا الإمام ربما سلام الله عليه يعبر أنه لقد ملأتم قلبي قائحة يقاني عند آلام من عدم وأزمة الأئمة هي عدم الطاعة أنت راجع التاريخ مشكلة إمام الحسن مع القوم شنو أقول لهم مشكلة معاوية معاوية يقدر عليها بسهولة يعني لكن أزمت مع الجماعة اللي ما يطعوني هنا ما يطعوني الإمام الحسن وأخذ على ذلك هكذا ما يرتوط بإمام الحسين وقيتها وهذه الطاعة هي نتيجة الجهل يعني الإمام عليه السلام كانوا يجهلون مقامه ولذلك لم يكن يطعون يقول سألوني قبل أن تفقدوني يستهزئون به فضيلة الشيخ إذا كان الإسلام يمتلك نظرية واضحة فعلى ما تعتمد هذه النظرية سؤال وجيه في الواقع هذه النظرية تعتمد على أدة مصادر المصدر الأول والذي هو مصدر التشريع والمصدر الأول هو القرآن الكريم هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل فيه تبيان لكل شيء وهذا القرآن هو يفترض حالة الأصمة يعني القرآن يعني قيادة السماء القرآن يعني إدارة السماء القرآن يعني معالجات السماء نعم فالقرآن هو يقود رسول الله القرآن يقود رسول الله ويقود الأمة لأن كلام الله الله سبحانه وتعالى يقول إذن ما من شاردة وما من واردة إلا في هذا القرآن طبعا تقول لي هذا القرآن يحتاج إلى تفسير والتفسير يريد رح يصير فيه اختلاف يعني صحيح طبعا يصير فيه اختلاف اللي يذهب إلى رسول الله ويذهب إلى الأئمة الأطهار لا يجدوا اختلافا كبيرا اجتهادات بسيطة بين علمان وكذا إنما الاختلاف عندما ينصر في الإنسان عن منهج أهل البيت يصير الاختلاف حقيقة الواضح ولذلك حتى النظرية السياسية من الواقع الإسلامي النظرية ترتبك صحيح لأن تهزل الكيان تهزل القاعدة الأساسية في البوضع فإذن لو اعتمدنا القرآن نصا علما فهما تدبرا تفسيرا لكانت معالم النظرية واضحة طبعا بالمناسبة هذا التفسير كما بينا طبق ما أراد الله ورسول الله وطبق ما أراد الأئمة صرحة الله هذا المصدر المصدر الثاني هو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل المعصوم قول المعصوم تقرير المعصوم القرآن لا يذكر الصلاة عدد ركعات الصلاة نعم هذا القرآن يحتاج إلى تفسير ميداني يحتاج إلى تفسير نظري إلى بيانهم كما تفضتم معكم عدنا يقول لك بالقرآن صلاة صباح ركعتين الظهر أربع أصار أو أحد النصافي بعض الأمور ومسائل أخرى مختلفة إشارات عامة ملحق لهذا القرآن الكريم بل القرآن الناطق المتحرك على الأرض هم لإما صرات الله السلام عليهم وبذلك تلاحظ أنه هم المكملين لهذه المسيرة يعني النظرية الإسلامية لا تكتمل إلا بركنين أساسيا أو ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تاركم فيكم الثقل كتاب الله وعترة أهل بيت إذن أول شيء القرآن الكريم سنة رسول الله اللي هي أيضا شنو هي العترة الطاهرة وسنة العترة الطاهرة التي يمتداد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مصادر ثلاث ذكرناها المصدر الرابع هو مصدر ما يقوله العلماء في المسائل المستحدثة علمانا ومراجعنا اللي هم أهل الحل والعقد ما من قول مستحدث وما من نظرية مستحدثة أو حتى مسألة قديمة أو شغلة جديدة وهذه الأمور لهم يعني المراجع صولة وجولة ورؤية واضحة طبعا أيضا طبقا لكتاب الله وأيضا طبقا لسنة رسول الله والعقل والإجماع نعم ولكن هذا العقل والإجماع صح التعبير لابد أن يكون أيضا مطاعما بقول المعصوم يعني هذا فتشرط عندنا في حوزاتنا وفي دراساتنا العلمية أنه أساسا الإجماع لا يكون حجة إلا بقول المعصوم هذا لضمان لضمان صحة الفعل إذن القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الأمة الأطهار نعم وإحنا عدنا بعد قول العلماء والفقهاء في المسائل المختلفة كما الآن وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا وأيضا يجي موضوع الاستحسانات العقلية يعني الاستحسانات العقلية التي لا تتقاطع مع الإسلام وثوابت الإسلام وتفاصيل الإسلام هذه يعتبر من المباحات كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته كل شيء لك حلال حتى تعلم بحرمته نعم قاعدة المباح وقاعدة الاستصحاب نعم أبقي ما كان على ما كان مساحة كبيرة من الاستحسانات العقلية المنضبطة بالمنظومة الشرعية المنضبطة بالمنظومة العقائدية والأخلاقية والفقهية ومسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلها تدخل في إذن هذه النظرية هذه النظرية تبدأ على قواعد صلبة يعني إضافة إلى الاستحسانات العقلية على التجربة على تجربة التاريخ هذا التاريخ فيها تجربة جيدة في التحرك السياسي سواء عديل سلام غيره سيستفيدون منه كذلك السياسة علم في زماننا وفي كل زمان يحتاج الإنسان أن يستفيد من السياسيين أن يدخل معاهد وأن ينشئ مراكز دراسات استراتيجية سياسية وأن يستفيد من خبرة السياسيين السياسي عادة يكتبون مذكرات سياسية قدم تعليقات سياسية كبار السياسيين في العالم في الولايات المتحدة المتحدة في كل عالم لديهم مقالات لهم مقول أكو تجربة للسياسيين الإنسان الذي يريد أن يخوض المعترك السياسي لا بد أن يطالع وأن يجرب وأن يعمل إضافة إلى هذا الهوية اللي يملكه وهذا العنوان وهذا القواعد الذي ذكر داها صحيح الإسلام فضيلة الأستاذ هل يملك تجربة سياسية واضحة وهل قدم لنا نموذجا في ذلك في الحقيقة عندما نراجع التاريخ الإسلامي نلاحظ أن هناك تجربة رائعة هذه التجربة مطعمة بالعناوين القيمية والمثالية والإلهية التي طبقت وتجسدت على يد رسولنا أكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني حكومة رسول الله هي حكومة نموذجية الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من عشر سنوات في المدينة المنورة أسس دولة صحيح أدار الحروب وأدار الوضعية السلمية وأدار الحركة الاقتصادية وثبت المنظومة الأخلاقية في عمق الأمة ورب رجالات وصنع كفاءات ورفع العوزة والفقر ودفع الناس بالالتزام بالمنظومة الأخلاقية شكل نوع من التعايش السلمي خلق حالة الأخوة نعم والتآخي اصطلب منهم أن المهاجر يتآخى مع الأنصار في لوحة لم تصنع لم تتمكن كل النظريات الوضعية من صنعها هذا أجمل تعايش سلمي صد أصدر قرار العفو عن المناوئين عن المؤذيين عن القتلة كثير وحتى عن كثير من الإرهابي منهم كوحش إرهابي نعم يعني اذهبوا فأنتم الطلقاء إذن هذا السياسة أخو استيعاب العدو استيعاب الطرف الآخر الاستماع إلى الحوار أو الحوار مع الطرف الآخر قرار العفو نعم تعايش مع اليهود تعايش مع الأديان الأخرى والمكان الأخرى ضمن ضوابط قانونية وآلية إسلامية نعم التعاون تعاون على البر والتقوى صحيح ضبط حالة الجيرة ما من شاردة وما من واردة إلا تلاحظ أن السماء لها رأيا في هذه القضية وهذا هالموضوع كان من وقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاصيل إدارة الحياة تفاصيل موفقة من قبل رسول الله هذا تجربة ناظجة صحيح وكل شيء موجود هل ستتقول لي الإسلام ما يملك فالشلال أروي لك هذه الرواية عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم عليه نعم الإمام الصادق يقول ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة واحد عن الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم ماذا يقول إمام الباقر يقول إن الله لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة لاحب أمة أمة تحتاج أشياء كثيرة مفصلة إن الله لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه وهذا هو فلسفة بحثة الأنبياء وإلا كيف الله يحاسب البشر أحسنتم أتم الحجة الله سبحانه أتم الحجة بواسطة إرسال الأنبياء والحجاج والأولياء لكن الأمة خلو بعد الأنبياء ينحرفون كما نحرف عن رسول الله نعم لكن لم يؤمنوا الإيمان الحقيقي لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة أوصل الأمة إلى رتبة عالية من الحال القيامة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لكن أمة تتعرض إلى الضغوطات إلى انحرافات سياسية إلى قادم حرفين يحرفون الأمة عن مسيرها وعن جادتها كما حصل حقيقة فاللي أريد أقوله أنه تجربة رسول الله نموذج رائع في النظرية السياسية في عملية ما كل يوم أنت الآن تسوي حكومة في أي دولة تقضي على عهد البايد إلا يجب أن يصبح عندك قرار عفو حتى يصبح عملية التعايش وإلا أن المجتمع يتمزق داخلين صحيحة عندك وهي موجودة عندنا في العراق في مصر في أي مكان تجربة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان مهتما بالأمة حتى عندما كان يقولون له سيدي استرح لما لم تنم هذه الليلة نراك متعبة قال إن نمت الليل ضيعت نفسي وإن نمت النهار ضيعت رعيتي كان يتفقد نعم يتفقد الناس وهو كأحدهم يقضي بين الناس مصليا إماما خطيبا نعم محاربا قائدا مشتهدا مع الفقراء مع المستضعيف مستضعفين مع عوال الشهداء مع عوال يذهب إلى كل الاتجاهات بنفسه يوصل المواد بنفسه يغذي الأطفال هو القائد المتواضع وهو الكبير العظيم وهو المقاتل تراه في كل تفاصيل الحياة الدنيا بالرغم من معاناة من الأمة التي كانت لا تطير لا تفهم لا تعقل علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم يقول اسألوني قبل أن تفقدوني يلتفت لا مجموعة من الجهلة ما عدهم حقيقة أسئلة إلا الاستهزاء كم شعرتهم في لحية ورأسهم حتى الآن علماء الغرب كانوا يقولون هذول اللي كانوا دائر مدائر الإمام علي لو كان يفهمون لو كان يعقلون لا اختصروا إن الطريق اللي احنا نريد نروح للفضاء لأنه كان علي بن أبي طالب يقول أنا أندل طرق السمات أني لا أعلم بطرق السماوات من الأرض يعلم أكثر يعني كل المساحات الفضائية نعم مساحات الفضائية زين لا تنفذون إلا بسلطان يعني إلا بعلم النظرية علمية كان عند علي بن أبي طالب زين المقاسات الفضائية عند علي بن أبي طالب جهل يسينون عن عدد الجفل له خب أسئل لك يعني كيف تستطيع هذه الأمة أن تفهم القيادة فقيادة مظلومة قيادة لم تتاح لها الفرصة وعبر أجمل تعبير عن معاناته أنه لم تتاح له الفرصة لكانت العدالة قد بسطت كل أجنحتها على الأمة تلاحظ كان يقول لو ثنيت لي الوسادة لحكمت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الفرقان بفرقانهم لكن هل تركوا علي هذا حرب صفين وهذا حرب جمال بذاك حرب النهروان وهذا قاصطين وهذا مارقين يعني مع الأسف هذا أسلوب الأمة لو سمحتم هو هذا أسلوب الأمة التي تتخلى عن القيادة الصحيحة الذي يقول سلوني قبل أن تفقدوني وتتولى القيادة الخاطئة التي تقول أقيلوني فلسل بخيركم يتلهث وراء الذي لا يمتلك الكفاءة أحسنتم وبذلك الإمام عليه صلوات الله وسلامه عليه استلم تراكم منحرف ما كان يقبل به يعني كلما كان يعرضون عليه الخلافة هو بالنتيجة ومعين بشرط الشيخين طبعا كان نعم كان يقولون تبشي على كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الشيخين هو يمشي على كتاب الله وهو القرآن الناطق نعم أسير على كتاب الله لماذا لا؟ سنة رسول الله أنا نفسي رسول الله أما سيرة الشيخين هذا ما بيحجة شرعية غير منصوبين من قبل السماء هذول عدوا من حرافات في القيادة أنت تلاحظ أضرب لك مثال أضرب لك مثال يعني عثمان أفسد الاقتصاد الإسلامي خلق حالة من الطبقية جاء بمجموعة منبوذين من آل مروان وخلاهم وصلتهم من المطرودين من قبل رسول الله صلى الله لخلاهم خلق حالة طبقية كل وبدأ عملية التمييز بين هذا يأخذ قليل هذا يأخذ كثير وهذا صار عدد من مشكل ولذلك كان الإمام يعاني من الموضوع فساوا في العطاء والحقوق وهذا ما يصرف مثل طلحة والزبير والعائشة والفلان والفلتان هذول يمسون إمبراطورية ومسون دولة بيناتهم ومسون امتيازات خاصة فيهم بغير حقين وبذلك طلحة وزبير يعوف أمير المؤمنين يعوف الولاية يعوف الإمامة يعوف الحق وأن يروح يروح للبصرة بصرة أن ذاك كانت تقريبا أغلبية منحرفة عن ولاية علي بذلك أخذوها مناخات للاستفادة طيب أنت صير معارضة بصير معارضة سلمية صير معارضة سياسية لم تلتج إلى العلف وعلي بن أبي طالب كان لا يحاربهم إلا أن يتم الحجة ينصحهم لم تقاتلون لم تحاربون الإمام الحسين يقول هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابة أم لم يوصي بنا النبي محمد أوليست هذه عمامة رسول الله أوليس هذا لحمي ودمي من دمي رسول الله أم لم يوصي بنا رسول الله حسين مني وأنا من حسين لكن أمة جاهلة التسقت بالأرض تكالبت علي هذه الأمور فانحرفت فكان كلامنا كل الكلام أنه ما كان سؤالكم في هذا الاتجاه سؤالكم شنو كان في هذا الاتجاه أنه أساساً هاي النظرية الإسلامية قدرت تخلق لنا النموذج يعني تجربة التجواب واضح نعم تجربة علي بن أبي طالب بس بينت المعانات والمشاكل اللي كانت في الطريق وحقيقة لو كان يسيرون على ما أراده علي بن أبي طالب ما أراد الرسول كان نحن حالنا الآن أحسن حال ما دام دار الحديث سماحت الأستاذ عن كيفية تعامل للنبي باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله هو القاسم المشترك بين المذاهب والفرق الإسلامية يعني الكل يقف عند حقيقة الرسول إذا كان الرسول في تعامله بيّنتم شيء من تعامله مع المجتمع مع الفرد مع اليتيم مع كل شيء ولكن أحب أن تسلط الضوء على تعامله مع خصومه مع من كان يخالفه بالرأي لأن هذه النقطة حساسة باعتبار أن المشاكل التي تعصف اليوم على الأمة الإسلامية هي نتيجة عدم تحمل الرأي الآخر فكيف كان النبي يتعامل مع خصومه مع أعدائه مع أصحاب الديانات الأخرى مع النظريات الأخرى اليوم جهاد تكفيرية لا تقبل أي شيء وإنما تقبل نفسها فقط وحتى لا تقبل كلام الله حتى لا تقبل تجزئ القرآن تأتي بآية وتستند عليها وتبيح دماء المسلمين لكن الرسول كيف كان هذه طريقة التعايش السلمي كيف كان يتعامل مع الخصوم والأعداء هذه النقطة لو تسلطون شيء الضوء عليها لأنها مهمة جدا في الحقيقة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو النموذج الرائع في الإدارة والقيادة الصحيحة السليمة ضمن أنضج نظرية سياسية مهم السياسي الناجح هو الذي يستوعب المعارض هو الذي يعفو هو الذي يوفر مناخات الحوار ومشاركة في الحكم وإلى غير ذلك أو أساسا إلى العفو والتسامح وغير ذلك أنظر في أول حركة له لرسول الله رسول الله يدخل إلى مكة منتصرا نعم نعم مسيطرا وبإمكاني أن يفعل ما يفعل وقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أوذي نبي كما أوذيت نبي كما أوذيت ما أوذي نبي مثل ما أوذيت أوذي في ذريتي أوذي في نفسي وأوذي في عيالي وأوذي في عقلي في كل شيء مستهزئين الانتظار الطبيعي أن الشخصية التي كانت مظلومة محاربة يؤذوه يرمو عليه ما يرمون يفعلون به ما يفعلون يصنعون به ما يتهمونه بالكذب والخيان والسحر والسحر والشعوذة وبالفاق وإلى غير ذلك واليوم دخل منتصر واليوم منتصر يمكن أن ينتقب نعم ومن حقه أن يجري القصاص نعم يذهب يقول كيف تروني كيف تقرؤون بهذه العبارات اللي يمكن أنا أصورها حتى قال من دخل بيت أبو سفيان نعم فهو أبو سفيان تلاحظ أنه رأيناك وما لبسنا منك إلا أخا كريم وابن أخا كريم إذن اذهبوا فأنتم طلقا الله أكبر لا تحدى البشرية والإنسانية وكل السياسيين أن يملكون هاللون من السلوكية هاي ولو كنا احنا مستفيدين من هذا حقيقة لكان تعايش طبيعي زيان أنت اللي تدع انتماء إلى رسول الله رسول الله يعفو عن وحشه قاتل حمزة ويعفو عن أبو سفيان أبو سفيان جزية لتلاحظ الله فيجب أنه يحترم ومصان ويدافع عنه حركت مع المجتمع أنت تلاحظ عند جار يهودي فالمره يتفقد رسول الله لأن هذا كان شخص يأذي رسول الله وجار رسول الله يأذي رسوله يرمي الأوساخ كذا من أعلى السطح على رسول الله يمر غاب ثلاثة يام الرسول سيئر أصحاب ما خبر صاحبنا هذا كان يأذين ماكوه لهم قالوا يا رسول الله مريض فلنذهب إلى عيادتي ذهبوا إلى عيادتي هذا من خجلة ومن قبح فعلي ومن أعمالي ماذا صنع غطى وجهه نعم هالغطاء اللي كان عليه غطى وجهه مستحيا من رسول الله الرسول رفع الغطاء وابتسم في وجهه وقال ماذا تشكو يمكن دعاله وما دعا ما أدري وبالنتيجة يعني هذا ما صايره هذا عدو وهذا مستهزئ أي حاكم يمتلك هذه يمتلك هذه خصوصية رأسا سجن ورأسا قتل ممكن نفسه كان يقتلوه نعم وإذا ما يقتلون عشيرته والآخرين والآخرين سنن إلى قانون لقد مست ذات المقدسة نعم أنت ذات مقدسة أنت أولك النطفة وآخرك جيفة وتحمل بين هذا وذاك العذر أنت ذات مقدسة لله ومن مست ذات ذات الأميرية المقدسة أنت ذات مقدسة أنا لا أقدر أجيب يعني مقام لا أساعد أنا أتي بعباراتي يعني ما يلقاك أن الله وأنه لا رجل أنت ذات مقدسة على كل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحفو اذهبوا فأنتم الطلقة مو بس هاي عدو اللدود نعم محارب الدين الجديد محارب الإسلام محارب رسول الله معذب المسلمين نعم الوحش الكبير القاتل الأول المخطط الأول المجرم الأول أبو سفيان ومن دخل بيت أبو سفيان فهو آم ومن ذهب إلى بيته وأغلق الباب عنه هو ومن وضع سلاحه جانبا فهو حفو عام ومن حسن هذه الخصوصية نعم خصوصية العفو أنها تجمع الطرف المقابل لا شك ولو كنت فضلا غليظ القلب أحسنت لن فضوا من حولك نعم وأكمل لك القصة نعم بعد ما رفع الغطاء عن وجه هذا اليهودي أحسن زين هو يقول أنا خجل منك يا محمد بعد ما أمن قال ليش خجل أنا هذا أفعالي وانتهى الشكل هذا إذن أنت أكو دين لليه الشكل اللي انتدت الدين حق يعني وأنت أفضل يا أشهد أن لا إله أجل الله وأنك رسول الله يا محمد أنك رسول الله الله شون صورة رائعة أسلم بقناعة أسلم بإيمان واخذ من ذلك الأمثلة والنماذج رسول الله صلى الله كان أبا رحيما عطوفا زين أو مع من مع مجتمع بداوي لا يعرف الثقافات الأولية حتى في الحوار يعني أصحاب رسول الله لا يعرف من يحاولون يأذون رسول الله يطيلون الكلام بينه يطيلون الجلس بينه كثيرا طويلا حتى يتعب رسول الله والله الله سبحانه وتعالى مراعاة أن يحاول رسول الله وحتى يتأدب المسلمون أنزل صورة الحجرات كيفية المخاطبة أيها سهاي شون يا محمد يعني من وراء الحجرات نعم لا أسلم حوار لا ثقافة أو واحد يمسك رسول الله لتلاحظ لا يمسك من ثوب أين حقوقي من يقبل بهذا اللون زين علي بن أبي طالب لوحده في المساجد في الطرقات علي بن أبي طالب إذا ضيعت تشوف دتلاح الله لا رايح بيت يتيم وبيت كذا أسير علي بن أبي طالب إذا ضيع يشوف أنه يصلي مثلا في مسجد وإلى غير ذلك فهو في العبادة نموذجا وفي كل شيء نموذجا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا هو الذي كان تسامح فرسول الله متسامحا مع اليهود مع النصارى مع الكفار مع المشركين حتى مع المنافقين البعض يعني الله سبحانه وتعالى يريد يقول هذا جد كريم هذا رسول الله جد أخلاق عين السكن وبالنتيجة شهادة إلهية وإنك لعلى خلق وإنما بعثت ليتم مكارم الأخلاق هكذا هكذا صنع رسول الله وهكذا كان رسول الله وهكذا صنعت اليد السماوية رسول الله صنعت صنعت سماها حقيقة وبذلك نلاحظ أنه الأمة لكن مع الأسف كل يدعي وصلا بليلة هذه الأمة التي تدعي أنها نعم أنها محترمة لرسول الله لنبي الرحمة لنبي قد عفى وبالنتيجة يطلع إرهابي يصنع الموت يصنع القتل ويقول أنه يتعش مع رسول الله زيان هذا الجهاد في سبيلها تعسن لكم ولجهادكم ولجنتكم اللي تروحون به أحسنتم نعم طبعا النبي صلى الله عليه وآله سلم ما دام الحديث أخذنا إلى هذا المجال كيف كان تعامله مع بقية الديانات والمذاهب هل كان يفرض الإسلام بالقوة حاشا لا إكراهة في الدين حسنت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ملزم بتطبيق القرآن الكريم بتعاليم السماء لا إكراهة في الدين قد تبين رجده من الغي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخدم الحكمة البيان المنطق الأدلة الشواهد آخر حلقه حلق الأعجازية يعني الآن نرى أن البعض كما تفضلتم يدعي وصلا بليلة يقيم محاكم شرعية ويعدم ويقتل ويفجر دور العبادة هل كان في زمن الإسلام هكذا تعامل مع بقية الأديان والمذاهب يعني أنا لا أستغرب يعني هي المدرسة البكرية والعمرية عدهم رموز محترمين هاي الرموز وهو من حقهم يقتدون بيهم يعني مثلا بالنسبة إلى الأول يرسل قائد العسكري إلى جماعة وهذا الجماعة يقولون إحنا ما نعرف أنه هذا خليفة الخليفة اللي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بن أبي طالب هذا خليفة شرعي وإحنا الناس الناس مسلطون على أموالهم إحنا مو ما نعطي للدولة الإسلامية إحنا نعطي بس نعطي إلى الحاكم الشرعي الذي أوصى ماذا يصنعون بهذا الرجل وبقبيلته يقتلونه يذبحونه هذا الذبح من ذاك اليوم ويضعون رأسه تحت جدر مع النار ويعتدون على زوجته يعني هؤلاء ورثوا هذه الحالة هذا الدارد أقول لك هذا الدارد حالة موروثة إيه حالة موروثة زين هذا النموذج أخذ نموذج آخر الأول يدز جماعة الثاني اللي هو مو خليفة مستشارب واكتشار عمر زين ويه مجموعة إلى بيت الزارة إلى بيت النبوة إلى بيت الإمامة إلى بيت الوحي الله أكبر إلى بيت الزارة رسول الله لا يدخل حتى يستأذن ها وهذا البيت منه فيه حتى المسلمين قالوا بيت فاطمة إنه فيه لفاطمة لفاطم وإن يهجمون على البيت يحرقون الدار يعتدون وتنظلم الزهراء وتقتل الزهراء بنت رسول الله يهن هذا إرهاب لمورهاب هجوم على البيت هجوم على الزهراء تهديد تهديد إرهاب الأطفال زينب والإمام الحسن كانوا صغار هذا طبعاً أنت لا تستغرب هل سهلان يقتلون أطفال يرهبون يصمون يا أخي هذا عنده قدوة عنده جماعة بالتاريخ من حق ليش تحتمع لي أخي هلوعد بقدوة وأسوة سيئة ويمشون على هذا المنهاج يقول لأن فاطمة من هي فاطمة فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المسلم اسمعوا في كتبكم أتحدى في كل الصحاح ماذا قال لكم رسول الله وماذا أوصاكم ولماذا تغمضون أعينكم انظروا إلى نبيكم ورسولكم الذي تنتمون إليه وتفتخرون وهو يوصيكم ويقول لكم إن فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن أحبها فقد أحبني لماذا أنتم لا تقرؤون لا تسمعون جيدا من آذى الزهراء نعم والصواعق المحرقة يذكر والصواعق أنه ولقد ماتت فاطمة وهي واجدة وهي واجدة كثيرة والأول هو يعترف أنه دخل بيت زهراء وظلم وداس بيت خب طيب سؤال لا تستغرب إذن يا أخوي اليوم أنت مدرسة تنتمي هذه الرموز هذه الرموز الأسست للإرهاب إذن الطيور تقع على أشكالها وتحترم رموزه نعم يا أخوة معدوم رموز وشرعية منك هستجمال فوق هالرموز القدوات السيئة اجتهادات ما أنزلها بها فتاول على العور حتى يمكن لو يجي أول والثاني ترتيبات يقول ما ردنا هالثخن على أي حال وفعلوا أثخن من هذا وعلى أي حال هذا انحراف عن مسير رسول الله يلتفت رسول الله لعمار يا عمار لو سلك الناس شوف الناس لكل الناس لو سلك الناس واديا وسلك علي وابن أبي طالب واديا آخر فاسلك الوادي الذي سلك وعلي علي ما الحق والحق ما علي على كل احنا نجي نقول انه هذا في الحقيقة اللي انت تفضل تتعبر أو تطرح سؤالك في هذا الطريق انه هذول يدعون وصلا بنبي الله وصلا برسول الله احتراما لرسول الله قدوتهم رسول الله هل كان رسول الله إرهابيا هل كان رسول الله مشروع موت هل كان رسول الله يقتل الأطفال والنساء هل كان رسول الله لمجرد المعتقد لإنسان يحاربه ويقتله أم كان يطبق لأكراه في الدين هل كان رسول الله ليس صاحب نظرية التعايش السلمي والاشتباعي لم يكن رسول وإلى غير ذلك من التفاصيل أنتم تعرفونها جيدا لماذا أنتم انحرفتم وأصبحتم من مدرسة التعايش إلى مدرسة التباغض والتباغض لأن سرتم على من هجبا لم يوصي بهم رسول الله أخذتم الحكم ظلما وعدوانا فكانت النتيجة هكذا ولا عجب بهذه النتيجة وهنا بيت القصيد نعم طبعا نعود إلى موضوع السياسة السؤال بما تبقى من الوقت هل السياسة مراوغة أو خدعة أم أنها مبادئ يعني أحيانا حتى نوضح السؤال أكثر للمشاهد أحيانا البعض يرى أن لا يستطيع أن يمارس المبادئ لأنها تضر بالسياسة فما هو ردكم علىها في الحقيقة كما بينا في الحلقات السابقة نعم الإنسان السياسي ينطلق بمنطلقات يؤمن بها إذا كان ينطلق بمنطلقات اشتراكية هناك مبادئ اشتراكية صحي ينطلق بمبادئ قومية ينطلق بمنطلقات قومية والمصلحة القومية ينطلق بمصالح وطنية وبمصالح كذا يلتزم إذن لابد لكل سياسيين ولكل القادة السياسيين أن يمتثلوا للمبادئ اللي ألزموا أنفسهم ووعدوا شعوبهم وقبائلهم ومن بهم صحي ألزمهم بما ألزم بهم نفسهم إحنا بالنسبة أن كإسلاميين نلتزم بمدرسة معينة لازم نلتزم بالثوابت الدينية والثوابت الدينية أيضا لا تتقاطع ولا تصطدم ولا تحارف الثوابت الوطنية ثوابت دينية ثوابت أدنى مخالفة المبادئ يتحول من القبح العقلي إلى عدم الجواز يعني هل يجوز لك أن تخون الوطن الشي رأي يقولك لا أن تتحايل على شعبك أن تغش من غشنا ليس مننا تغش شعبك تبيع وطنك تبيع بلدك ترفع شعارات كاذبة تخدع شعبك خداع والزيف تستخدم كل السلوكيات التي تصطدم مع النظرية المبدئية والعقائدية السياسي الإسلامي الصادق هو الذي يطبق المنظوم القيمية الأخلاقية التي ينتمي إليها السفد واحد ما منتمي إلى منظومتك العقائدية والدينية إلى قومية التزم بموادق القومية نعم إحنا حتى عدنا الإسلاميين أكو عدنا شواذ أو استثناءات أنصح التعبير حكما فقهانا وعلمانا عالجوا هالمواضيع الضرورات ماذا؟ تبيح المحذورات الضرورات تبيح المحذورات وهذا ضربوا بيها أمثلة يعني أنا الآن فد بستان تلاح الله لما شخص واحد آخر وعندي فد واحد مسافة بعيدة عن بستان هذا ديري يغرق زين لازم أخذ إذن إذا أفوت على هالبستان يصير غصب يكون فقهان صحيح لكن الضرورات تبيح المحذورات زين محذور هذا غصب لكن الضرورة أنقذ هذا هذا إذا أنا ما أدوس على أرضه وعلى كذا وفلان وأسرع وقت أنا ما أقدر أنقذ أكون هاي صور مصادقة إذا عبر عنه إذا آمنا بهذه النظرية إذا آمنا بهذه النظرية لعله هناك من يقول أن الإمام علي كان من الأفضل أن يقتص من ابن ملجم قبل وقوع الجريمة وكذلك مسلم بن عقيل في الكوفة عندما سنحت له الفرصة لأن يقتل أبيد الله بن زياد ولكن لم يفعل ذلك فكيف يعني يمكن أن نؤمن بهذه النظرية الهدف عند علي بن أبي طالب وعند مسلم أن يكونون نماذج للإسلام الصحيح وللحكم الشرعي الأصير وللمنظومة الأخلاقية وللقد والحسنة وليس المطلوب أن يكون حاكم من يكون هدف أن يكون حاكم يدوس مبادئ يدوس قيم وهذا ليست في ملف الأئمة والأنبياء ومن مدرسة من المسلم العقيل نعم هناك فرصة هناك خدعة لكن يقول أنا ما أدوس الثوابت أنا ما أدوس المبادئ أنا ما يمكن أن أغدر أنا رجل أنا شجاع عواجه واحد أكذا فراء ما أسوي لك خدعة وهذا يكتبه التاريخ إذن المبادئ خط أحمر خط أحمر ما خطأ إلا هناك دليل خاص يستثني نعم الأخو فرار من الحرب شنو؟ دليل يعني من أجل حفظ نفس المبادئ نعم مرة أكو مصلحة أعلى من المصلحة اللي أنت تشوفها في المبدأ بس هاي مو أنت تشخص غير شوف الدين شي يقولك يعني شوف النظرية الفقية شنو وتقولك شوف العلماء شي يقول شوف النظومة الفقية والعقدية شنو تقولك هذا أنت تنتسب ضمن هالتفاصيل هذا أما تشتهد لمصلحتك الذاتية إذن واحد يقول حارب الإسلام كل حارب يطلع رواية وحنا حارب يقول الإسلام كله السين يطلع سين شي الإسلام كله أنه يتعامل مع اليوم والقرآن يفسر بعضهم والقرآن يفسر وإلى غير ذلك إذن المهم النموذج الرائع المهم أن تلتزم بالحال القيم والناقبية فليكن ما يكون بعد ذلك لأن أنت مطلوب أن تطبق النظرية السياسية وفق الواقع ومن اللطيف أن نذكر في هذا المكان أن كثير من علمانك كتبوا النظرية الصحيحة كسماحة أتلال العلماء سيد صادق شيرازي كتب السياسة من واقع الإسلام وهذا ببحث أصلا ليش هذا العنوان إسلام من واقع الإسلام وسيد حسن شيرازي كتب كلمة الإسلام بها أبعاد سياسية والسيد الراحل المرجع سيد محمد شيرازي الفقه السياسي أو صياغة العالم الصياغة الجديدة العالم أو السبيل إلى أنقاذ المسلمين وهكذا حكم الإسلام في العراق أو يحكم وهكذا من العناوين التي فيها شمة أو عطرا سياسيا بهذا الاتجاه نلاحظ وأكد فيه التفاصيل ولو أن بعض السياسيين رجعوا إلى هذا الموضوع لاستفاد الكثير شكرا لكم أستاذنا الكريم الأستاذ مقدار البغدادي وإن كان الأسئلة لا زالت قائمة ونحتاج إلى المزيد من المعلومات ولكن لبرنامج انتهى في ختام هذه الحلقة أشكر مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام وأتمنى لكم الخير والموفقية في هذه المتابعة لحوار النظرية السياسية من واقع الإسلام ألتقيكم إن شاء الله وبإذن الله في حلقة قادمة أستودعكم الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم